السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم متابعين قناة دابست في كل مكان فيديو النهاردة تصريح جديد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الأبحاث خليكم معنا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة الأساسية الخاصة بالمشروعات البحثية التي يتم على أساسها تقييم طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 عدادي في نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي تظهر للطلاب على منصة إدموده لا تقاس بالدرجات ولكنها بتكون بمقياس مقبول أو غير مقبول وتعليقا على ظهور نتيجة تقييم الأبحاث لبعض الطلاب في شكل 100 من 100 قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن هذا الشكل الذي ظهر للبعض بيساوي أن البحث مقبول فالنتيجة الأساسية بالنسبة للوزارة هي مقبول أو غير مقبول وكانت قد بدأت منصة إدموده في إظهار نتيجة تقييم أبحاث بعض طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 عدادي وذلك بشكل إلكتروني على حساب الطالب المسجل على المنصة وقالت الصفحة الرسمية لمنصة إدموده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتظهر نتيجة أبحاث طلاب المدارس تباعا للطلبة فور تقييم المدرس للبحث ويمكن متابعة نتيجة المشروع البحثي للطالب من خلال الدخول على حساب الطالب على منصة إدموده ثم متابعة آيكونة التقييم الموجودة بجانب البحث الذي تم رفعه على منصة إدموده التعليمية أما إذا كان الطالب التزم بتسليم المشروع البحثي الخاص به ورقيا وليس إلكترونيا فهنا بتجب متابعة النتيجة في المدرسة وأكد عدد من أولياء الأمور ظهور نتيجة أبنائهم بالفعل على منصة إدموده في شكل 100% وهو ما أثار تعجب البعض خاصة وأن الوزارة كانت قد أعلنت أن نتيجة أبحاث طلاب المنازل لن تعلن بالدرجات ولكنها تعلن باكتياز أو عدم اكتياز وتتولى لجانة تقدير إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تتبقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من إعدادهم مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وده شكل تقييم بحث تم تسليمه إلكترونيا عبر منصة إدموده بيبقى مكتوب يور جريد الدرجة بتاعتك 100% معناه أن البحث مقبول تمام؟ أما لو كان تم تسليم البحث ورقيا فبننتظر لما المدرسة بتعلن عن النتيجة وفي الختام ألف مبروك لكل اللي ظهر نتيجة التقييم البحث بتاعه عبر منصة إدموده واللي لسه ما ظهرش التقييم بتاعه كان مسلم البحث بتاعه ورقي ما يقلقش خالص وينتظر وإن شاء الله هيكون بحثه مقبول وبالتوفيق للجميع شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته